بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه هذا كلام النافع ورد في كتاب مكاشفة القلوب وهو لمؤلف مجهول لكن الكلام الموجود في هذا الكتاب كله نقولات ولله الحمد موجودة في كتب أخر قد جمعها جمع ما تناثر في هذا المكان وهي أموة عظية قال الباب الحادي والثلاثون في ترك الدنيا وذمها الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة عنواضها كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة بل تثرون الحياة الدنيا والآخرة خين وأبقى منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الآخرة مثل من كان يرد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون ولا يكالذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وكما قال ما ألف الآيات في هذا كثير قال إنما فلا وهو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك فلا حاجة الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها وإنما نريد بعض الأخبار الواردة فيها يعني يقصد أن الأنبياء أتوا لكي يحذرون من النار ويبشرون بالجنة كما أردت بالآيات بشيرا ونذيرا كثير من الآيات إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يعني الموضوع موضوع بالدرجة الأولى للآخرة يقول روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على الشاة الميتة فقال أترون هذه الشاة هينا على أهلها قالوا من هوانها ألقوها قال والذي نفسي بيده للدنيا أهوى على الله من هذه الشاة على أهلها وفي حديث آخر ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جماح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها هذه روية أخر وقال أبو موسى الأشعري وعن أبو موسى الأشعري إن أحب الدنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآخره ما يبغي على ما يفنم وقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة قال المخرج أخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن البصري وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا يعني هو أثر عن الحسن البصري وقال زيد بن أرقم كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى حتى بكى أصحابه وسكت وسكت ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على مسائلته ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحد فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مُتِّلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقال ثم رجعت فقالت ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك ذاكر في الهامش خرجه البزاة بسدد الضعيف والحاكم وصحح إسناده وابن أبي الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغور يعني مصدق بالجنة قعد تسعى للدنيا للأسف وعوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزبله فقال هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاما قد نخرت فقال هذه الدنيا وهذه إشارة طبعا ذكر في الهامش أخرجه البيهقي في الشعب وفيه بقي ابن الوليد وقنعانه وهو مدلس طبعا لا يعتمد يعني على تخريج هذا الشخص المجهول لكن يستعنس به وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق يعني ستبلأ وأن الأجسام التي ترى بها ستصير عظاما بالية كل شخص على وجه الأرض الآن من يعجبك أو لا يعجبك يوم الناس يكون عظاما بالية هل في هذا شك؟ هل هناك شك؟ هل تتجرأ أن كنت تشك أو أي ملحد أو كافر يشك بهذا الأمر بأن كل من على الأرض الآن يوم ما سيكون عظاما بالية كل جميلة تراها كل فاتنة تراها كل فاسدة أو صالحة كلهم سيعودون إلى عظاما بالية ولن تستطيع حتى أن أنت يعني تمسك عظامهم يقول وقال وإنت أيضا ستعود عظاما بالية وبيتك سيعود سيهد يوما ما وسيسكنه غيرك نعم قال صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة أصحاب الدنيا يقفون هنا عند فقط عند هذه النقطة عند هذه النقطة عند هذا الحد إن الدنيا حلوة خضرة طيب ما المقصود يعني هو الحديث هذه مقدمة للمقصود من الحديث الذي بعدها قال فإن أول فتنة بين إسرائيل النساء كانت في النساء إنه ما قال اتقوا الجنس قال اتقوا فتنة النساء أو في رواية أو في حديث آخر اتقوا النساء لسبب الفتنة العظيمة المتحصلة من النساء بعدة جوانب نعم هذا شرح في موطن آخر قال عيسى عليه السلام لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا وكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه العافة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه العافة نعم أقول وليت شعري يعني كنز الدنيا إما أنه سيتناقص أو يبلع أو تخاف عليه الضياع أو تخاف عليه النصوص أو تبخل به أو أنه يأتيك موضوع لا تستطيع أن تستفيد منه ويوم ما ستغادره وسيأخذها أهلك نعم يقول وقال عليه صلاة والسلام أيضا يا معشر الحواريين يعني عيسى إني قد كذبت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي الله أكبر فإن يعني زهدهم بالدنيا واجعلهم يعيشون عيشة الزهاد قال فإن من خبث الدنيا من خبث الدنيا أن عصى الله أن عصي الله فيها يعني تجد شخص ما شاء الله يلبس أحسن الثياب تظهر عليه النظافة والخير ورفاهية آخر شيء كافر مجرم لأن الكافر في القرآن هو المجرم فهذه من هوان الدنيا ومن حقيقتها الفاسدة المغذرة يقول يا معشر الحواريين نعم فإن من خبث الدنيا أن عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها وإلا ألا فعبروا الدنيا ولا تعمروها وعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا وعند النصارى حاليا أن حب المال أصل كل خطيئة هذا الأثر مشهور عندهم في الغرب ورب شهوة ساعة أرثت أهلها حزنا طويلا صحيح وقال أيضا بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعكم فيها الملوك والنساء فأما الملوك فلا تنازعهم الدنيا فإنهم لم يعرضوا لكم لن يعرضوا لكم يعني أي لن لن يتعرضوا لكم ولن يؤذوكم ما تركتموهم ودنياهم وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة وقال أيضا الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه وقال موسى بن يساء قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه مد خلقها لم ينظر إليها وهو أن سليمان ابن داود عليه السلام مرى في موكبه والطير تضله والجن والأنس على يمينه وشماله فقال قال فمر بعابد من بني إسرائيل فقال والله يا ابن داود يقد آتاك الله ملكا عظيما قال فسمع سليمان وقال لتسبيحة في صحيفة مؤمن خي مما أعطيت ابن داود لسليمان فإنما ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى وقال صلى الله عليه وسلم هذه الحديث الله مسلم الهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلته فأثنيت أو لبسته فأبليت أو تصدقته فأبقيت أنت تقول المال والمال ما هو المال المال ستأكله ستذهب إلى الحمام تهى الموضوع اللباس ستلبسه سيبلغ مع الوقت سترميه هذا المال اللي أنت ضعب إحنا فيه واللي أنت مؤدي نفسك فيه أما ما الصدقة التي تقدمها فأنها تبقى عند الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له كأنك تمر بخرابة وتجد ناس ساكنين بهالخرابة فتقولنا هذا دار من لا دار له ومال من لا مال له له كأن شخص يعني يأخذ بعض المساعدات فتقولنا هذا مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له فأي شخص تجده يتكلم على الثراء وكيفية السعي إلى الثراء وتحصيل المال ومال ذلك إن لم يحتسب هذا الشيء لله فأخوه ملاع عقل له وعليها يعادي ملاع المله للأسف يعني تجد ناس يعادون على المال على النساء على الجاه للأسف يعني وعليها يحسد من لا فقها له أعود صدقون أن هناك ناس يعني يظهر عليهم الصلاح ويحسدون على الدنيا سبحان الله إن شاء الله أنه يطهر قلوبنا لا نعلم قد نكون نحن منهم من الذين يحسد ولا ينتبه ولها يسعى من لا يقين له يعني لو كان عنده يقين لتركها وسعى للآخرة وهي قادمة قريبا بإذن الله وقال صلى الله عليه عليه سلم من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال هذا ورد بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه سلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عن المنى قال وألزم الله قلبها أربع خصال هم لا ينقطع عنه أبدا هذا الذي مشغول بالدنيا أو مهموم بالدنيا هم تجده مهموم فعلا جرب ها بالوقت الذي أنت يعني توكي فيه بالدنيا يأتيك الهم سبحان الله وشغلا لا يتفرغ منه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا قال أبو هريرة قال لي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى بي واديا من أودية المدينة فإذا مزبل فيها رؤوس أناس وعذارات وخرق وعظام ثم قال يا أبو هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتعمل كأمالكم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة رمادا وهذه العذارات هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحارمونها يعني تجنبونها وهذه الخرق البالية يعني هذا صحيح سبحان الله الخارج من يعني هذه الفضلات الخارجة هذه كانت أكل يوم ما الناس يعني تحرص عليه وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت ورياح تصفقها وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي قال فما بروحنا حتى اشتد بكائنا طبعا هذا حقي ضعيف قد يكون لا أصلا الله أعلم ما ذكر في الهام ما كن يبدو أنه رحضي ضعيف رحضي معوية أن الله عز وجل لما أهبط إلى الأرض قال له أن ابن عدم لما أهبط الأرض قال الله له ابني للخراب ولد للفناء من أجل الخراب ولد اللي يأتي منك الأولاد من أجل أنهما يموتون ابني ابني يعني كأن نقول حق واحد ابني ابني أساس يتخرب ابني يلعى ابني لأنه ينهد يعني أولد يبع أبناء وبنات لأن مصير من القبر يعني يعني أولدهم حتى يموتوا يعني لأن الدنيا يعني دار قصير عيشها يعني سريع ذهابها قال وقال دعود بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام يا دنيا ما هونك على الأبرار الذين تصنعتي وتزينتي لهم سبحان الله إني قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقا أهوا علي منك كل شأنك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدوم لأحد ولا يدوم لك أحد شاهد أنت الآن يعني الناس كيف تتقلب فيهم الدنيا من كان في صحة يصبح في مرض والملك يموت ويذهب وهكذا سبحان الله والجميلة يذهب جمالها وصاحب الجاه خلاص يعني يتقاعد يذهب جاه يقول وقضيت وقضيت يوم خلقتك لا تدوم لأحد ولا يدوم لك أحد على الأقل سيقادر وإن بخل بك صاحبك وشح عليك وإن بخل صاحبك صاحبك وشح عليك طوبة للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طوبة لهم ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم والملائكة حفون بهم حتى أبلغهم ما يجون من رحمتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قال أخرج ابن أبي الدنيا والبي هقي في الشعب مرسلا قال الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إليها وتقول يوم الغيامة يا رب اجعلني لأبنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول سكتي يا لا شيء أني لم أرضك لهم في الدنيا أرضك لهم اليوم وهو في أخبار آدم عليه السلام ولم أكل من الشجرة تحركت معدة الخرج الثقل ولم يكن ذلك مجعونا في شيء من أطئمة الجنة إلا هذه الشجرة في ذلك فلي ذلك أنه يعنك لها قال فجعله يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه فقال له أي شيء أنت تريد قال أريد أن نضع ما في بطني من الأذى فقيل للملك قل له في أي مكان أن تريد أن تضعه ولأنه في الجنة على الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ضلال الأشجار هل ترى هنا مكان لنصلح لك أو يصلح لذلك مكان يصلح لذلك أخبط إلى الدنيا شوف يعني هذه من هاوان الدنيا أن أصبح النار سعن تضع فيها القابلات في الجنة ليست مكان لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في الهام الشخة جربوا نعيم في الحلية سندد من ضعيف يجي أن أقوام من يوم القيام أعمالهم كجذال تهامه فيؤمر بهم إلى النار قالوا يا رسل الله مصلين قال نعم كانوا يصلون ويسرمون يأخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء أن الدنيا وثبوا عليه يعرفه نورد في آيات أخرى يعني فيها قوة قال لله في بعض خطبة ذكرني عن أنه موقوف عن أحد أحد الصحابة لكن حديث فيه قطاع يقول المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى ولا يدري ما الله صانعا فيه وبين أجل قد بقي ولا يدري ما الله قاضا فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهم لأن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتوا من الآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار وقال عليه عيسى عليه السلام لا يستغيم حب الدنيا والآخرة في قلبي مؤمن كما لا يستغيم الماء والنار في إناء واحد وهو أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام يا أطل الأنبياء عمان كيف وجدت الدنيا قال كداما لها بابام دخلت من أحدهما واخرشت من الآخر وقيل لعيسى عليه السلام وعيسى كان يعني ينام في البغاري والغابات وما إلى ذلك قيل له لو اتخذت بيتا يكنك قال يكفينا خلقان ما كان قبلنا يعني البيوت أو الخربات التي سكنوها الناس من قبلنا الله أعلم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت وأيضا خرجه ابنها بالدنيا قال المام الذهبي وهذا منكر لا أصل له الحديث يعني نختم في هذا قال عن الحسن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذات يوم على أصحابه فقال هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمل واجعله بصيرة ألا أنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر أمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية عنه من يجحبه وقاطع أنه سيكون الحمد أي الم導ه وله إلا بالطبع الإنسليز ولا تجبر ولا المحبة إلا باتباع الهوى ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فالصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقضي على العز لا يريد إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين صديقا الهديث أكيد الله يعلم أنه فيه ضعف وهذا أثر أيضا نكمله يقول أوريا أن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر ورعد والبرق يوما فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه اشتد عليه البطر والمطر فجعله يطلب شيئا يلجأ إليه فوقعت عينيه على خيمة من بعيد فأتاه فإذا فيها ماء فحاد عنها فإذا هو بكهف في جهبل فأتاه فإذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال لإلهي جعلت لكل شيئا مأوى ولم تجعل لي مأوى فأوحى الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي لأزوجنك يوم القيامة مئة حوراء خلقتها بيدي ولأطأمنك في عرسك أربعة آلاف عام يوما منها كعمر الدنيا والعام وانه منادي ينادي عين الزهاد في الدنيا جروا عرس الزاهد في الدنيا عيش ابن مريم أثر يعني طال إنه هو إليس بسنية صحية قيل لإليس ابن مريم وإلن صاحب الدنيا وقال عيش ابن مريم وإلن صاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيها وتقره ويأمنها ويثق بيها وتخدله وإلن المختبرين كيف أردهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يعدون وإلن لمن الدنيا أهمه والخطايا عمله كيف يستضح غدا بذنبه وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى نختم بذلك عليه السلام يا موسى مالك ولدار الظالمين إنها ليست لك بدار اخرج منها همك وفارقها بعقلك في بئسة الدار إلا لعامل يعمل في نعمة الدار هي يا موسى أني مصد للظالم حتى أخذ منه المظلوم لا نختم في هذا الأثر لأنه هو أثر صحيح أنه رسول صلى الله عليه وسلم ومؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الصحيحين بعثه أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمال من البحوين فسمعت الأنصاب قدوم أبي عبيدة فهو صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله يعني كأنهم يعني أتوا وهكذا يمشون بجاملة يعني يتبسمون قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رعاهم ثم قال الظنكم سمعتوا أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين